شوري شوري پاکری شوري شوري يا أيها الذين آمنوا وانفقوا مما رتكناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا كلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو أعلى حي القيوم لا تأكذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين إيديه وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين كتبين الرسل من الغي أمن يكفر بالتاغوت ويؤمن بالله فقد انسمسر بالأروة الأسطى لانفسام لها الله سميع عليم الله لي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا ولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك صحاب النار هم فيها خالدون ألم تره الذي يحاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي يومين قال أنا أحي يومين قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشك فأتيها من المغرد فبهد الذي كفر والله لا يحدي القوم الظالمين أو تالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظرنا طعامك وشرابك لم يتصلنا وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى الإعظام كيف ننشدها ثم نسوها لحما فلما تبين له هذا أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف توحي الموتها قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليتمعين قلبي قال فخذ ربعة من الطيد فصلهن إليك ثم جعل على كل جبل منهن جزعا ثم دعوهن يأتينك سعيا وعلمن الله عزيز حكيم مسأل الذين ينفقونا موالهم في سبيل الله كمسأل حبتنا أنبت السبعة سعالة في كل سم لتنمعة حبا والله ضاعف لمن يشاء والله وآسعنا عليهم قال الذين ينفقونا موالهم في سبيل الله ثم لا يطبعون ما أنفقوا منه ولا أذى أذى الله أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون قول معروف ومغفرة خير من سدكة يتبعوا هذا والله غني حكيم يا أيها الذين آمنوا لا تبتلوا سدكاتكم بالمن ولا ذا فالذي ينفق ما له رياء الناس لا يؤمنوا بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفران عليه تراب فأصابه وابل فترته صلا لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله لا يحذر قوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم اضباء مرضات الله وتصبيتا من أنفسهم كمثل حبة بربوة أصابها وابل فهاتتوق لها بعفين فلم يصبها وابل فتروا والله بما تعملون بصير يود أحدكم أن يكون له جنة من نقين وعناب تجري من تحتها لنهار له فيها من كل السمرات وأصابه الكبر له ذرية الضعفاء فأصاب حصار فيه نار فاحتركت فذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا وننفقوا من طيبات ما كسبت ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا دعي من خبيث منه تنفقون ولا الصم بأخذيه إلا أن تبدوا فيه واعلمه أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفطرة ويأمركم الفهشاء والله يعدكم مكرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتل حكمة من يشاء أمن يؤتل حكمة أرخدوا لي أخيرا كثيرا أما يذكر إلا أولو الألباب أما أنفقتم من نفقت أو نذرة من نظر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدو الصدقات هرعا ما هي وإن تكوها وترجوها الفطراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم الله بما تعملون خبير ليس عليك هداهم ولكن الله أهلي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم أما تنفقوا ما إلا بتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تزلمون للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون دربا في الأرض يحصرهم الجاهد وظنياء من التعكف تعرفهم بسيماهم لا يسعلون الناس على حافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون مواناهم في الليل والنهار سروا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا أخوف عليهم ولا هم يحذنون الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبته الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا ذلك بأنهم قالوا إن من لي عمد في الربا وآخل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه معجة من ربه فانتهى فله ما سلا وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك صحاب النار هم فيها خالدون يمهت الله الربا ويرب السدقات فالله لا يحب كل كفار عسيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآكاموا الصلاة وآتاوا السكاة وآتاوا السكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحذنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذلوا ما بكي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوسوا مؤالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كامتوا أسرة فلذرة جاء ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم تؤفى كل من سم ما كسبت وهم لا يزلمون يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين لناجل موسى من هطبوه وليكتب إذا كنتم كاتبا من العج ولا جاء بكاتب من يكتب كما علمه الله فليكتبت فليمنل الذي عليه لأحق وليتك الله ربه ولا يبكث منه شيئا فإن كان الذي عليه لأحق صفياً أو ضعيفا أو لا يستطيع عويم الله فليمنل وليه بلا عجله واستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكون رجلين فرجلوا امرأتان ممن ترضون من الشهداء أنتدوا لاحداهما أنتدوا لاحداهما فتذكر أحداهما الأخرى ولا يبكث شهداءه إذا ما دعوه ولا تسعموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى جليه ذلكم أقصة عند الله هو أقوى من الشهادة وأجلاء الله ترتابوا إلا أن تكون تجارة عجلة تديرونها بينكم فليس عليكم جناه فليس عليكم جناه لا تكتبوها وأسهدوا إذا تبايعتم ولا يدار تأتبوا ولا سهيد وإن تفعلوا فإنه غزوكم بكم ويؤلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجد كاتباً فرحان مكبودة فإن أمن بعدكم بعداً هل يود الذي ائت من آمامته وليتك الله ربه ولا تبكم الشهادة ومن يتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدو ما في أنفسكم وتخفوه وإن يعزبكم به الله فيظهر لمن يشاء ويعزب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل ما آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا جفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اتسبت ربنا لا تواقذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إذرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا لا توقت لنا به وعفونا واغفر لنا ورحمنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على الكوم الكافرين صدق الله العظيم اشتركوا في القناة